مثل ما قلنا بعد خروج المنتخب من بطولة أمم آسم دور 16 على يد نظيرة القطري اتحاد الكرة اليوم أو يوم أمس أصدر بيان خلنا تابع البيان شون اللي قال به بيان تابع اتحادنا تداعيات خروج منتخبنا الوطني طبعا البيان كل شي طويل هو وقدموا وشكرهم انه لكل من ساند المنتخب ووقف معامل مؤسسات رياضية وغير رياضية اعلام صحافة شكرا ورئيس الوزراء الدكتور عبدالعبد المهدي أيضا اللي كان متواصل دائما مع السيد عبدالخالق مسعود وكثير من الأمور لكن نقطة لفتت انتباهنا اللي هي اتحاد الكرة قرر تشكيل لجنة تحقيقية حول ما تناقلته وسائل الاعلام المحلية العراقية في برامج زملائنا انه حول سهر عدد من اللاعبين في نوادي ليلية النوادي الليلية انه بعد مباراة ايران وكان هناك ايضا حديث عن انه بعض اللاعبين رجعوا الى مقر اقامة المنتخب انه كان في ابوظبي كانوا في دبي يروحون طريق ساعتين ويرجعون ساعتين فراح يشكلون لجنة تحقيقية حول هذا الموضوع واتحاد الكرة ايضا وعد بمحاسبة كل المقصرين سواء كانوا اداريين او مدربين او لاعبين بمحاسبتهم ويتم معاقبتهم حسب لوائح الاتحاد العراقي هذا البيان بعد ما تم منع قناتي الفرات والعهد من دخول اتحاد الكرة احنا اليوم يعني نوجه رسالتنا ربما الى اتحاد الكرة والى سيد رئيس الاتحاد احنا مو كل شي نطرح في برامجنا انه الثاني يوم تاخذون ردة فعل على ما يطرح في برامجنا وقنواتنا احنا اليوم هدفنا التقويم والتصحيح لا اكثر ولا اقل ما عندنا عدوات شخصيوية الكل انا احساب الله مشكلة احنا ما مانعينا يعني الحمدلله وشكر ما مانعينا لحد اليوم بس احنا اليوم لاتكيل بمك يالين باتجاه الاعلام الاعلام هو السلطة الرابعة هو اللي يقوم عملك هو اللي صحح عملك هو اللي يقول لك هذا شغلة خطأ هاي الشغلة صحيحة احنا من ننتقد ننتقد الشغلات السلبية اللي جاي نشاهده لكن اذا اكุ شغلات ايجابية احنا داما ما نقول نحييكم ونصفق لكم ونوقفوا ياكم اتحاد الشغلات الايجابية لكن بطريقة منع قنوات او مراسلين من الدخول هاي ما مقبولة لا أنا يقبلها ولا أي واحد غيري يقبلها نتمنى إن شاء الله أنه هذا القرار ما يستمر من قبل اتحاد الكرة